بدايتنا من نقاط دالة مهمة إنني أقولها لشباب شيعة الحجة بن الحسن اسمعوني جيدا ولو هذه المرة فقط أتمنى أن تتدبروا في الحقائق التي سأذكرها لكم مجموعة نقاط سأمر عليها النقطة الأولى الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر والروح واحدة لا نستطيع أن نجرب بها وبعد ذلك نصحح خطأ تجربتنا الغفلة تنسينا هذه الحقائق الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر فلا تهدروها والروح واحدة فلا تجربوا فيها إلا أن تتأكدوا في سورة المؤمنون في الآية التاسعة والتسعين بعد البسملة وما بعدها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها الأمر ليس بمزاجه وليس كيفيا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ فصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الدنيا فرصة واحدة لا نستطيع أن نعبث بها إن كنا على حكمة أو كنا على عقل ودراية العمر فرصة واحدة سأضرب لكم مثالا حينما نريد السفر وهو سفر ضروري ومهم وواجب لابد أن نسافره وليس هناك من وسيلة سفر نستطيع أن نستعملها إلا أن نسافر بالقطار والقطار والقطار يقف في محطات عديدة محطة من المحطات يقف فيها القطار ويعلنون عبر مكبرات الصوت من أن المدة التي سيقفها القطار في هذه المحطة لعدد من الدقائق يستطيع الإنسان أن يذهب إلى بيت الخلاء وأن يتوضأ وأن يصلي صلاته الواجبة وربما يبقى جزء من الوقت يستطيع أن يشتري فاكهة أو خبزا أو طعاما وبعد ذلك يعود مسرعا إلى القطار فعلى الإنسان الذي يريد أن يتصرف بشكل صحيح أن يسرع في النزول من القطار وأن يقسم هذه الدقائق ما بين الذهاب إلى بيت الخلاء وبعد ذلك يتوضأ وبعد ذلك يصلي وإذا بقي جزء من الوقت يمكنه أن يشتري شيئا مما يحتاجه من الدكان الذي هو في محطة القطار أما الذي ينزل ولا ينظم هذه الدقائق سيواجه مشكلة إما أن يبقى منشغلا في الصلاة وحينئذ فإن القطار سيفوته وإما أن لا يستطيع أن يؤدي صلاته حينما يبقى يتجول في محطة القطار مثلا ينظر يمينا وينظر شمالا ويتفرج على الناس هناك حينئذ سيضيع الوقت الحياة الدنيا هكذا هناك هدف رئيس وهناك أهداف ثانوية بالضبط مثل ما هو هذا المثال حركة القطار باتجاه الهدف الرئيس النزول في محطة القطار لأداء الصلاة هذا هدف ثانوي على الإنسان العاقل الهادف في هذه الحياة أن يطبط حركته في تحقيق الأهداف الثانوية وفي الوقت نفسه عينه على الهدف الرئيس أما هذا الذي ينزل إلى محطة القطار ولم ينظم وقته فإما أن يخسر الهدف الرئيس أن يفوته القطار وإما أن يخسر أهدافه الثانوية فلا يتوضأ ولا يصلي ولا يقوم بالذي يجب عليه هذا المثال وأمثلة كثيرة يمكن أن تكون على شاكلته حينما يكون هناك وقت محدد للوصول إلى المطار وهناك وقت محدد للإقلاع لإقلاع الطائرة فعلى الإنسان أن ينظم وقته كي يستطيع أن يصل إلى غايته والأمر هو هو حينما يقدم الإنسان على عمل حينما يقدم الإنسان لأجل الالتحاق بالدراسة الجامعية مثلا هناك توقيتات هناك تنظيم للأمر لابد للإنسان أن يلتفت إلى هذه التوقيتات ولابد أن يلتفت إلى هذه المقدمات هذه أمثلة تقرب لنا حالنا مع الدنيا الدنيا هناك هدف رئيس يجب علينا أن نتحرك باتجاهه العاقبة المحمودة هذا هو الهدف الذي يجب علينا أن نتحرك باتجاهه وأن نسير في الطريق الذي يوصلنا إلى العاقبة المحمودة وفي الأثناء في أثناء المسير هناك أهداف ثانوية منها أهداف دينية ومنها أهداف دنيوية فنحن بحاجة لهذه الدنيا كي نستطيع أن نوائم بين أهدافنا الدينية وأهدافنا الدنيوية وإلا فإن الأمور ستدخل في فوضى وفي فوضى عارمة لها أول وليس لها آخر هذا هو واقع الحياة إذا كنا نبحث عن حياة صحيحة وإذا كنا نريد أن نراعي دنيانا وديننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نذهب باتجاه الدين من دون أن ننظر إلى الدنيا وخائب هذا الذي يتوجه إلى الدنيا من دون أن يعبأ بدينه خائب هذا خائب لن يجني إلا الفشل مهما استطاع أن يجمع من الدنيا الإنسان حين يواجه لحظة الحقيقة ستذهب الدنيا بكل تفاصيلها هباء منثورة ولحظة الحقيقة هي اللحظة التي تفارق الروح الواحدة التي نملكها هذا الجسد كما قلت لكم الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر فلا تهدرها والروح عطية واحدة لا نستطيع أن نكرر التجربة معها هي تجربة واحدة في هذه الفرصة الواحدة لا نستطيع أن نعبث بالدنيا ولا نستطيع أن نعبث بأرواحنا إذا أردنا أن نصل إلى الهدف الرئيس إلى العاقبة المحمودة التي نتمنى أن نخرج عليها من هذه الحياة أتمنى أن يكون المثال واضحا وبينا ونافعا ومفيدا ومؤثرا النقطة الثانية علينا أن نحدد هدفنا الدينية أولا وبعد ذلك نحدد هدفنا الدنيوية ثانية لأن النجاة لحست بما نجمعه دنيويا النجاة بما نجمعه دينيا فعلينا أن نحدد هدفنا الدينية أولا ولن نستطيع أن نحدد هدفا دينيا حكيما وسليما إلا أن نكون على عقيدة سليمة من هنا يجب علينا أن نحصل العقيدة السليمة كي نستطيع أن نحدد هدفنا الدينية الأولى في هذه الحياة من دون العقيدة السليمة لن نستطيع أن نشخص هدفنا الدينية بحكمة ودراية وعقل سليم أما هدفنا الدنيوي يتوقف تحديده على معرفة إمكاناتنا إمكاناتنا المادية وإمكاناتنا المعنوية وأن نعرف ما حولنا أن نعرف الواقع الذي نعيش فيه أن نعرف حدود علاقاتنا بالآخرين أن نشخص أصدقائنا وأن نشخص أعداءنا وإلا فلن نستطيع أن نحدد هدفنا الدنيوية بشكل صحيح إذن أولا علينا أن نحدد هدفنا الديني وهذا يتوقف على معرفة العقيدة السليمة العقيدة السليمة حدثتكم عنها لها لها مصدران فقط قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مصدراني مصدراني للعقيدة السليمة ولا يوجد شيء آخر وكذا فإن الهدف الدنيوية بحاجة إلى معرفة بإمكاناتنا وبالواقع الذي نعيش فيه مثلما فصلت لكم في القول قبل قليل هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة عليكم أن تعرفوا أنه لا توجد مثالية في الحياة لا في الأشخاص ولا في الأعمال ليس هناك من مثالية في حياة البشر المثالية موجودة في الخيال فقط أتحدث عن مثالية ترتبط بأمثالنا لأن المثالية في أكمل صورها تتجلى في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وحديثي هنا عن حالي وأحوالكم المثالية المثالية موجودة في الخيال فقط بالنسبة لي ولكم أحوالكم ابحثوا عن المنطقية في الأمور وعملوا بحد الممكن وأيّة فرصة تفوت لن تعود ثانية وإنما اعملوا بحدود ما يتوفر بعد فوات الفرصة احذروا من أمرين احذروا اليأس والكسل فمقتل الإنسان هنا مقتل الإنسان عند اليأس والكسل لا أتحدث عن مقتل الإنسان أن يذبح من الوريد إلى الوريد إنما هي النهاية الفاشلة إنما هي النتيجة الخائبة مقتل الإنسان هنا عند اليأس والكسل بسبب نقص في التقدير قد تفوت الفرص لكن هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى نهاية العالم ما دامت الروح في أجسادنا وما دامت حياتنا الدنيوية جارية مستمرة بإمكاننا أن نصحح ما نستطيع أن نصحح إن لم ندرك كل شيء فإننا سندرك بعض شيء أن ندرك بعض الشيء قطعا أفضل من أن لا ندرك شيئا هذا هو واقع الحياة وهذا هو واقع الإنسان ولا بد أن نعرف من أن السننة التي تجري في الدين هي هي بنفسها تجري في الدنيا ومن أن السننة التي تجري في الدنيا هي هي بنفسها تجري في الدين من جهة علاقتنا نحن الآدميون بديننا وبدنيانا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر